العائد على الديون السيادية اليونانية القصيرة الأجل كان بمثابة صدن لمحاولة صناع القرار التوصل إلى اتفاق مع المقرضين الأسعار على السندات اليونانية لمدة ثلاث سنوات توترت في التعاملات الأوروبية مما دفع العائدات إلى 95 نقطة أساس إلى 23.85% في تعاملات متقلبة يانس فاروفاكس وزير المالية اليوناني يقول ليس هناك شك في أن المفاوضات الجارية غامضة مما سيفضي إلى انعدام الأمان في الأسواق وهذا سيخلق المشاكل في السيولة ولكن نحن نتفاوض من أجل مستقبل اليونان في هذه اللحظة تماما مثل ما فعلنا في عام 2010 و2012 حكومة رئيس الوزراءة سيبرس وعادت بالوفاء بالتزاماتها كاشفة عن حزمة إصلاحية أكثر شمولا في وثيقة من 26 صفحة ربما لم تقنع مجموعة اليورو كثيرا شكرا